هنسيب صفحة الزمالك دلوقتي وهنتكلم على منتخبنا الوطني الدنيا كلها ثابت اللي حصل مع منتخب مصر وان حسام حسن مكسر الدنيا مع المنتخب وان الراجل بقى عنده هوية والمنتخب رجع تاني الناس تتلمى حوالين منتخب مصر والاعلام في الشارع والاستاذ بدأ يتملي وطريقة لعب جديدة وهوية هجومية وحسام حسن مكسر الدنيا وثابت كل ده ومسكت في موضوع حجازي انا مش فهم يعني احنا ليه هل احنا بعض الناس يعني هل بعض الناس بتحب النكد او بتحب المشاكل وارد على فكرة ان يحصل اختلاف وجهات النظر ما بين كل لعبت العالم رونالدو وميسي مش دفاعا عن حجازي ولا دفاعا عن كابتن حسام حسن بس يعني بلاش يكون في مبالغة في تناول القصة حجازي واحد من كابتن المنتخب واحد من افضل السرد بكات وافضل المحترفين اللي موجودين في الكرة المصرية كابتن حسام حسن قيمة فنية لا خلاف عليها ومفيش حد اكبر من المنتخب يعني كابتن حسام حسن بقيمته بتاريخه افضل مهاجم في تاريخ مصر الراجل كان قاعد في 2006 على الدكة كابتن حسام حسن في كاس الامم الافريقية في 2006 مع المعلم حسن شحاتة كان قاعد دكة وكان بينزل خمس دقيق وعشر دقيق وما حد يستمع له حس وينزل ويكسر الدنيا ويدي المية في المية كأنه ناشئ عايز يثبت نفسه وده تاريخ يعني احنا هنا مش بنقول لحضرتك يعني حاجة بندفع بيها عن كابتن حسام او بندفع بيها عن الموقف لا تماما ده احنا هنا بنقول تاريخ بنوضح واقع الراجل كان بينزل مع المنتخب في 2006 خمس دقائق وعشر دقائق وقاعد دكة المين بقا قاعد دكة اللعبة اصغر منه بكتير سواء ميدو ولا عمر زكي ولا عمد متعب ولا وراجل عمر ما عمل مشاكل واحجازي برضو على مدار سنين ما عملش مشاكل في المنتخب ولكن وارد ان يكون فيه اختلاف في وجهات النظر شكرا